تعالوا دلوقتي عن طريق أبليكيشن زوم نقابل الكتبة ميريوم رزقالة معروفة عنها إن هي كتبة متخصصة في أدب الطفل وكتبت وترجمت كمان قصة للأطفال كتير جدا وعلى فكرة قابلناها كذا مورة في معرض الكتاب وهي من الكاتبات المتميزات جدا هنتكلم معاها النهاردة عن مسابقة جميلة منظمها للأطفال اسمها كتاب بحبه علشان تقدر تشجع الأطفال أكتر على الإراءة خاصة إننا في فصل السيف في الأجازات وفي وقت أجازات طويلة جدا إنه المسابقة دي الفائزين فيها بيتشجعوا إنهم يقدموا في المشروع الوطني للقراءة هنعرف أكتر منها عن المسابقة ونعرف منها أكتر تفاصيل عن شروط التقديم في المسابقة أستاذا ميريوم مساء الخير أهلا أهلا بحضرتك أستاذا ميريوم أهلا بك أستاذا يمكن إحنا كنا تقابلنا كذا مرة في معرض الكتاب ولسه كنت بقول حضرتك من أكتر الكاتبات المتميزات جدا في أدب الطفل مرسي لزوئك وكان شرف لي مرسي فاندم شرف لينا خلينا نتكلم شوية عن مسابقة حضرت الكتاب بحبه ليه فكرتي في المسابقة وإيه هي شروطها المسابقة جت فكرتها من معرض الكتاب 22 كان استعدادا للمعرض وكنت حب أن أشجع الأطفال على القراءة ونجحت في دورتها الأولى الحمد لله وعدتها تاني في دورة 23 من معرض الكتاب جميل وحبيت بقى أن أعمل دورة جديدة يبقى دايما الكتاب مرتبط بالطفل على مدارس تانى مش بس في وقت المعرض جميل فالدورة جديدة أصدت أنها تبقى متزامنة مع أجازة الصيف والوقت بيبقى أكتر للأطفال ومتاح أنهم يقروا وربطت كمان الموضوعات اللي حينقشوني فيها أو حيقروها في المسابقة أنها تكون مربوطة بالصيف وبمغامرات الصيف والرحلات وأدب الرحلات وكائنات البحرية وعالم البحار عمتها جميل إيه شروط الاشتراك في المسابقة؟ شروط الاشتراك في المسابقة زي ما قلت لحضرتك أنها مبدئيا موضوع الكتب الأعمار اللي ممكن تشترك معايا من 6 سنوات ل 14 سنة المطلوب من كل طفل أنه يختار كتاب هو بالفعل بيحبه ويعمل لي فيديو عنه مدته ما بين دقيقتين لخمس دقائق شرط أنه يبان لي فيه حماسه للكتاب وأنه أفكاره تكون مترتبها حلو بشكل ثلث بحيث أن اللي يشاهد الفيديو يتحمس هو كمان للكتاب ويسعى أنه يقرأه نطيف جدا ومهم كمان أن الكتب تبقى باللغة العربية بالمقام الأول وياريت كمان لو المؤلف والرسام يكونوا مصريين علشان تبقى فرصة أنه نعرف بإنتاجنا الحلوم من كتب الأطفال في مصر حلو قوي الأطفال اللي بتفوز في المسابقة ده بيكون إيه تأثيره عليهم وبيفوزوا بإيه اللي حصل كان تجربة لطيفة قوي أنه في أطفال بالفعل اشتركت معي في الثلاث دورات وفي منهم اتشجع لما تعرضت الفيديوهات بتاعته على صفحاتي في الفيسبوك والإنستجرام أنه هم يبدو يتقدموا لمسابقات أكبر على مستوى المديريات التعليمية فمنهم اللي دخل مسابقة نجوم المكتبة دي مسابقة بتتعامل تبع وزارة التربية والتعليم ومنهم اللي دخل المشروع الوطني للكراءة ووصلوا لتصفيات فيها ومنهم اللي دخل تحدي الكراءة كمان العربي فكانت الانطلاقة الحمد لله كانت من مسابقة كتاب بحيم جميل تفتكري إزاي ممكن نشجع ولادنا على القرية أكتر في فاصل السيف خاصة أن أجازة السيف بتبقى أجازة طويلة هو في حاجات بسيطة ممكن نعملها أول أول حاجة أنه نربط الكتاب باهتمامات الطفل يعني لو مثلا أنا عندي طفل مهتم برياضة ما مش شرط أن أنا أكبره أنه يقرأ قصة أو رواية ممكن أجيب له كتاب بيتكلم عن اللعبة دي أو عن أبطال اللعبة دي حلو ولو الطفل بيحب الفن مثلا أجيب له كتب بتكلم عن الفن أو عن السير الزاتية للفنانين ده ممكن برضو جميل حلو برضو أن أنا أشارك الطفل في اختيار الكتاب بتاعه صحيح مع التوجيه صحيح وحلو أن أنا لو لسه حبتدي مع طفل لسه حيبتدي كراءة أنا أختار له كتب بسيطة ألفاظها خفيفة علشان لو هو حاس أن الألفاظ صعبة عليه في كراءة حينفر منها لكن لو لقاها بسيطة هيحبها وحيحب أنه يكمل فيها عادة الأطفال ونفسي في حاجة تانية أنه أنه الطفل يبقى فاهم أن الكتاب ده مكافأة أو هدية نفسي أن نحن نرجع نهادي بعض بالكتب كتير بنادي أنه وقت التليفزيون هو المكافأة ووقت القرية هو الحاجة تسئيلة عايزين نعكسها بقص شوية صحيح صح إزاي بتعرفي الطفل بيحب إيه فبالتالي بتبتجي تكتبي فيه تفتكري الطفل دلوقتي محتاج يقرأ إيه أو هو بيحب يقرف إيه هم اهتماماتهم متنوعة فانديم زي ما قلتلك لما بنقرب من عالم الطفل واهتماماته بنعرف نكلمه إزاي يعني الأطفال الأطفال دلوقتي مهتمين جدا بالتكنولوجيا طبعا مهتمين بالعلوم وبالفلك مهتمين بالرياضة بشكل كبير وده على مدار الأزمنة يعني الناس كلها بتحب الرياضة بس كمان دلوقتي مع وجود أخبار كتير عن نجوم الرياضة وبالنسبة لهم إنها سهل إنها توصلهم للأخبار دي فبيبقوا مهتمين أكتر بيها ايه ايه كمان بيحبوا طبعا في منهم اللي بيحب القصة وبيحب المغامرات وبيحب الخيال يعني قراءتهم متنوعة بس هو الفكرة في اللغة اللي أنا بكلمه بيها صحيح إنها تبقى مواكبة للعصر صحيح وشايفة إنه السوشيال ميديا أخدت الولاد بشكل كبير ولا لسه لحد دلوقتي ممكن أو فيه أسر بتحاول على قد ما تقدر إن هي تغرس في ولادها فكرة القراية هي طبعا هي واخدة حايز كبير من من اهتمام الأطفال لأنه في أطفال اتولدوا في عصر الإنترنت إحنا بالنسبة لنا إحنا الإنترنت جات علينا بعد ما كنا عدينا مرحلة الطفولة فقدرين شوية نفلطر الدنيا أو نقنن استخدامنا للسوشيال ميديا إنما الأطفال اتولدوا أطفال اليوم عنده اتولدوا في الجو ده صح فإنحنا نسحبهم منه صعب شوية ولذلك جات برضو فكرة كتاب بحبه إنها تبقى مربوطة شوية باهتماماتهم بالموبايلات والشارينج وإنه يبقى بيعمل فيديو وبيشوف نفسه فيه وبيشوف تعليقات الناس عليه حبيت إن أنا أمسك العصاية من نص بحيث إن أنا أشدهم للكراءة بالوسائل اللي هم أصلا بيحبوا يتعاملوا بيها أنا بشكر حدرتك جدا أستاذة ميريوم على مجهودك وعلى اهتمامك بأدب الطفل وعلى اهتمامك بالطفل المصري بشكل عام نورتينا وإن شاء الله المرة جاية تنورينا في الستوديو ميرسي أستاذة رانيا شكرا لحضرتك ميرسي لحضرتك